السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة فوق الشواء نتمنى أنكم إخواني أخوتي أنكم تكونوا بخير وعلى خير صراحة إخواني أخوتي اليوم منسنا شوالا شفناه ولا ارتحينا ولا تغمض لنا الأينين صراحة هاتشي اللي وقع الأخت سميرة خطنا سميرة هي وربعاجة اللي وليدت الحقوق ديالهم مهضومة تم اغتصاب الحقوق ديالهم من طرف الأب ديالهم أربعاجة اللي وليدت ما حنش فيهم كيقرصن في القناة أي قناة درتها سميرة كيديها لها أي قناة كيديها سميرة يديها لو تيقطع الرزق اللي كتماعاش منه ولي كتماعاش منه وليداتها هذا الرجل مع ولاده كيتقاتل كيتحارب مع وليداته فلدت الكبيد دياله ما كيحنش في ولاده السبب اللي خلاه يدير هاتشي هو المشاهدة اللي طحت ليه عيما يدير جوج فيديوهات فالنهار باش يالله يتقدم مع سميرة ويولي معاه في نفس المرتبة هي كتدير فيديو فالنهار وكتعدب وكتتمحن على ديالقناة المدة ديال شهرين أخوتي شهرين ماشي سهلة سيدة هزت كريديات صلحات السكة اللي غا تعيش فيه وليداتها وفين غا يسكنوا وليداتها فين غا تحمي وليداتها إخواني أخواتي وفي الأخير جيها الضربة القاضية أيات ما تهز مسكينة في الكريديات باش توكل وتلبس وتشرب لوليداتها اللي سامح فيهم باهم معاقل شعليهم حتى بش غيمة ديال ما حتى بش غيمة ديال ما هو يكل المخيرة ويلبس المخيرة والرفيعة أولاده يموت ولا ماشي يسوقوا فيهم وصل هاد المرة لدرجة الانتحار هاد المرة هذي ما بقاتش بغية عيش هي قاح ما بقاتش هاد المرة عرفها رأسة شنو كدير جاتها حالة هستيرية فعلا هي اللي جيها حالة هستيرية يا أخوتي لأن الظلم والحقرة صعيبة صعيبة الظلم والحقرة وهاد شي اللي تخلي بزاف ديال النساء كيصفيوها لرجالاتهم اللي كيكون إيمانهم قليل إيمانهم ضعيفة أخوتي وما اللي تصفيوها لدرجة ديالهم لكن سامي ربي معاها ونصرها وحنا معاها كاملين والحق يعلى ولا يعلى عليه وحق ذوك الوليدات والله أخوتي ما غادي ضيع وخيعي ما يدي لها في القناوات وخيعي ما يدي لها في القناوات ربي ما أمره غا يضيع أمره ما غادي ضيع ولا غادي ضيع رزق ذوك الوليدات نضد القناة جيلا ساميرة بالدليل والبرهان بالدليل والبرهان ادى القناة للساميرة والدلائل كاملين تحطوه حطاتهم من أخت بانوراما وحطاتهم من أخت ساميرة للأخت ديال ساميرة وحطوهم بزاف ديال اليوتيوبرز وحطيتو لكم تآلنيت في المنتدى يعني يا أخوتي لأخت ديال الاسترجاع هدك ما تغيرش وهو عنده الحق يرجع القناة لأن الاسترجاع دياله هو ساميرة بدلت لايميل ديال القناة وما بدلتش الايميل ديال الاسترجاع والرقم ديال الهاتف تتبيت الميلكية لأنه بزاف بكم ما تفهموش أخوتي سوف يفهموني أصحاب القنوات أخوتي كانت تثبيت الملكية بالرقم التليفون وكانت تثبيت الملكية إذا أريد أن تدخل إلى رقم أخر إذا أريد أن تضع لك هذا التليفون أو هذا الرقم أريد أن تغير في تثبيت الملكية وهناك أيضا في القناة غيراته سامرة لكن في استرجاع القناة هذاك ما غيراتهش يعني هو كي بقى؟ ممكن أنه يسترجع القناة يعني بحله قلته مدير معها في القناة وممكن يدير الحاجة إليما دارتش هي يديرة هو والحاجة إليما دارتش هو يديرة هي يعني بحله قلته يعني ديرها خدمة معها في القناة ديالة فهمتوني كيف شو بغيت نقول لكم يعني مدير معها في القناة وهي بدون العلم ديالها وما عرفتش غادية بنيتها حسب لا صافي بالثلاث لميل دي القناة صافي را كل شي ولا محمي لكن الرقم دي الملكية دي تبديل تغيير الرقم دي الملكية او الاسترجاع الى اضع لها الرقم دي التليفون وبغا تدير رقم تاني عندها رقم تاني يعني ممكن تديرش حال من الرقم دي التليفون الى بغاة فهذا هو السبب اللي خلا البانضي كالشبوصي حيدي لها القناة دي لها بدون رحمة ولا شفاقة بلا ما تبقى فيه من المشاكل اللي كتاني منهم الزمان اغضرها, اغضرها الزمان اغضرها الراجل اللي ولدت معها ربعا دي الدراري ماشي ساهل تولدي ربعا دي الدراري الى ما كانت واحد لعيشة وواحد لحب وساري واحد للحياة الزوجية يعني هذ سيدة هذه ما ضناش انها غادي تتحطم أولا غادي ضمرها اللي ولدت معها ربعا دي الدراري صعيب أخوتي دور عليك الزمان والحياة صعيبة والدنيا صعيبة أخوتي هذ المرة لازم مساندة نفسية قبل أن تكون مساندة مادية لازم أننا نوقف مع إخواني أخوتي بين أولادها وما حنش فيها وعطاها الضربة القاضية فيما تبغيت هذة الناس كي ينزل عليها بدون رأفة وبدون رحمة ولا شفاقة شحال ديال الدعوي الديتي شحال ديال الدعوي الديتي في الأواخر ديال الشعبان وفي أول رمضان وغضى رمضان وانت الديتي من الدعوي القفوف ديال الدعوي الديتي نساء ورجال وأطفال كل شي يدعي فيك الديتي يرزق ولداتك عشرين مليون ما خدمتي فيها معركتي عليها شفتي لمداتك شسامير الحبس قصم بالله اللي شنو عظيمي ما مرأ قصم بالله اللي شنو عظيمي ما مدخنتك اللي الحبس على هذ القرصان اللي قرصنتي لها القناة ديالها اللولا والتانية والتالتا رأي ماشي مرأي لما صفتتك شتربة لأننا نحنا ماشي عايشين في الغابة إذا القناة أخوتي قرص القناة أو لا استرجع القناة أو لا سميها كيف ما بغيته انا كيف ما بغيته يعني أنا كنسميها استرجع القناة ارجع القناة ارجع القناة اخدليها القناة اشفرليه القناة شنو دار من بعد مده القناة دار هو أنه مشا أول حاجة اغير الرقم ديال تتبيت الملكية اغير الايميل ديال القناة يعني ما بقاش عند حق دخلات القناة و مشا دار القناة في يعني دار القناة في البريفي وعطال القنوات لي كيتبلولي او يصغرتولي كما هيا شوفوا ركا تضحك على الشعب وكتقول لهم قناة تشفرات ليا وهيا في البريفي وطبيعة الحال أنك شفرت لقناة تديتي لقناة ودرتها لها في البريفي درتها في البريفي وغا تبدل اسم وتبدل صورة وغا تخلي القضية تنساها وغا تنوت تبدل المحتوى وغا تحط فاهم محتوى ديالك كيفما معروف عليك أنك دير بزاف ديال القناة وكلي ممكن أننا نكون من المتابعين ديالهم ديال آخر الأخبار ديال بزاف ديال الحويج ورح لك نتفرجوا معرفينهم شرعا ديالك وبحلقة كي دير الساميراء إخواني أخواتي كي تدير القنوات وكي تناع لهم شحال ديال مدة تكتفوت وكيبقى يحط عليهم محتويات ديال الأخبار ديال بزاف ديال الحويج ديال الناس لي ما تيبانوش وما تيهدروش كي حطوغي الأخبار للكوبي كولي فاشغا نقول لك البانضي خلينا لك الله اللي تولك خلينا لك الله اللي غي تولك وهذا النهار تأديتي على الأمر تأديتي على الأولية بغيتي توصلها تسالم عرصة وتوضع حد الحياتة فين غا تخلي وذوك الوليدات فين غا تخلي ذوك الوليدات لو وضعت حد الحياتة وذوك شيلي كان غا يطرع البارح كانت توقع كاريتة كبرى كاريتة عظمى إخواني أخواتي لكن ربك يلطف ربك يدير غير الخير والله أربي يجعل السلامة الله يجعل السلامة إخواني أخواتي نسأل الله السلام على فيك نبغي كاملين أنكم تدعوا فيه وهذا العواشر لأنه فعلا تدع لديك المرأخوتي حقوقها مهضومة لا هي أخذت حقها كزوجة لا هي أخذت حقها كطالقة لا هي أخذت حقها مع وليدتها لولدتها أخذوا حقهم السيد يعطيهم غير شبه التساع ويعطيهم غير التقار غاد يعيشوا بخير وعلى خير والناس غير يعاونوها راحنا اللي تنذروا القنوات رمش القنوات اللي تذيرون راحنا اللي تنذروا القنوات راحنا اللي يحبون الناس ما شيء ما شيء القاناة اللي يحبوها الناس راحبوها الناس بالشخص اللي في القناة واش غيمشت لك ساميرا جا تكتبويلها جاك الحماق جاك حماق سناسل وصافي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عيتي ما تعيش ديك المرة في القهرة وعباد الله راح تشي قط ما كي هرب من دار العرس وهذه السيدة تعدى على هذا المرة وهذه السيدة صافي يا كي بغيت تطلقها تنادم معك الحال ومالها كلبها السيدة فالاخر الانتقام منها هو ما تخليهاش ترزق الله ما بغيتهاش تبقى مدحسك في اليوتيوب بغيت تغبر ليها الاثر لكن مدام ربي بغيها وربي حابها وحبب الخلق فيها ما عندك شفين دخلة لوصخ ما عندك شفين دخلة لوصخ كان طالب منكم جميع محبين ساميرا كلنا ساميرا ودعاوي لهذا السيد هذا اللي طاغي الشيطان في صيفة إنسان الشيطان في صيفة إنسان الأخوتي سمحوا لي وخليتكم على خير والسلام عليكم